السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله بعد حياكم الله أخواني أخواتي حلقة جديدة برنامج آية وفايدة لا زال كلام موصولا عن قولي سبحانه وتعالى في سورة البقرة وإذ أخذنا نثاقكم ورفعنا فوقكم الطوء خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا نريد توقف هنا هذا أمر مهم جدا خطير جدا كذلك قول اليهود أن رب العالمين ما ذكر ذكر عنهم قالوا سمعنا وعصينا رب العالمين قال خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا يعني ما آتيناكم من أحكام طيب تعلموها وطبقوها واتبعوها قالوا سمعنا وعصينا ورفضنا ولم ننصع لهذه الأوامر سبحان الله أخواني خواتي يعني الذنوب تتفاوت الإنسان لما يتكاسل عن ذنب غير لما الإنسان يترك هذا الأمر تكبرا وتجبرا الإثم يكون أشد يعني يمكن الإنسان مثلا يأكل بيده الشمال تكاسلا أنا أقول هذا قد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن واحد نقول له أكل بيمينك ويقول لا أريد وهذا لا يناسبونه وكذا لماذا تكبرا هذا لا شك أن الإثم أشد كما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يأكل بشي مال قال أكل بيمينك أنت قامت أكل بيدك اليسار أخي بدل بدلا لا تمسك بيدك اليسار أمسك بيدك اليمن أكل بيدك اليمن وشرب بيدك اليمن الأمر بسيط فماذا قال هذا الرجل قال لا أستطيع فدعى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن قال لا استطعت يعني أساك ما ترفعها مرة ثانية وبالفعل يقول رأى الحديث ما رفعها إلا فيه فعاقبه الله سبحانه وتعالى بأن يعني شل يده لماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما منعه إلا الكبر يعني هذا الإنسان الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كل بيمينك وأمرك بشي سهل جدا مجرد أنت مثلا لقلاس ماسك بيدك اليسار حول بيدك اليمن وشرب فرفض تكبرا فهذا هو الأمر الخطير هكذا فعل اليهود أنهم رفضوا لماذا تكبرا قالوا سمعنا وعصينا فالإنسان سبحان الله يحرص قدر الإمكان يعني يلتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى يلتزم بالشر قدر الإمكان قدر الاستطاعة وإذا وقع منك تقصير تب إلى الله سبحانه وتعالى وحرص أن لا يكون هذا التقصير متأمدا يعني الإنسان مثل ما نقول إحنا يفرح بهذه المعصية لها ما يجوز هذا الأمر خطير جدا أخواني خواتي وهذا ليس من خلق المؤمن الصادق لكن إن الإنسان يقع من التقصير تكاسلا وغفلة فيتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى أما هؤلاء سبحان الله الطائفة من اليغود قالوا سمعنا وعصينا فشوفوا شلون المواجهة مواجهة موسى عليه الصلاة والسلام ومواجهة نبيهم ومواجهة أوامر الله سبحانه وتعالى بالصد والرد سبحان الله طيب ما السبب الذي أوصلهم إلى هذا الأمر يقول الله سبحانه وتعالى أنهم قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم سبحان الله شوفوا شلون أخواتي والله نحتاج أن نتأمل كلام الله العظيم وأشربوا في قلوبهم العجل أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار والإله قلوبهم لتسير منه وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم نريد تأمل هذه الآية أخواني أخواتي يعني سبحان الله يمثل بعض العلماء أن بني إسرائيل اليهود لما عبدوا العجل شنو قصة العجل أن سبحان الله موسى عليه الصلاة والسلام ذهب ليكنم الله سبحانه وتعالى لما وعده الله سبحانه وتعالى أن جبل الطر أربعين يوما فترك أخاه هارون النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فسبحان الله السامري كان موجودا و يعني جمع الذهب الموجود والحلي الموجود عن بني إسرائيل وصنع من هذا الحلي عجلا جسدا له خوار يعني قال بعض العلماء أن جعل صنعه بطريقة أن إذا دخل الهواء من مكان وخرج من مكان آخر يأخذ صوت فقال لهم هذا إلهكم وإله موسى فسبحان الله عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى وأحب العجل حبا شديدا لدرجة أنه دخل في قلوبهم وأشرب حب العجل في قلوبهم يعني مثل يعني سبحان الله هذه الآية كأنه شفته شنون لما نحط يعني المادة القطنية والسفنجية وتصب فيها الماء كيف تتشرب الماء وبعدين صرت ثقيلة في الوزن هكذا صار حب العجل في قلوبهم مشربا سبحان الله أو متشربا فهذا حب العجل يدل على ماذا يدل على الكفر فبسبب حب العجل الذي تمكن من قلوبهم قالوا سمعنا عصينا سبحان الله إذن أخواني أخواتي فائدة مهمة جدا وهي أن القلب هو المحرك لجوارح القلب هو المحرك الرئيس للجوارح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب فالإنسان الذي يظهر عليه الصلاح يعني هو الذي نراه يصلي ويصوم ويتصدق ويحسن الكلام هذا دليل على صدق قلبه ونقاء سريرته أما الإنسان الذي يهمل في طاعة الله سبحانه وتعالى وعنده تقصير وتأخر في الطاعات وغفلة هذا دليل على مشكلة في قلبه فإذن القلب متوافق مع الجوارح يعني مستحيل أن تجد قلبا نقيا وجوارح لا تعمل في طاعة الله سبحانه وتعالى أمر آخر مهم جدا أخواني أخواتي إن سبحان الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا صحابة موسى عليه الصلاة والسلام فصحابة طبعا مو كلهم البعض منهم قالوا سمعنا وعصينا أما صحابة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وهكذا ينبغي أن يكون شعار كل مسلم اللي هو يا رب سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا يعني يا رب أنا قدر الإمكان سأطيعك وإذا حصل يا رب مني تقصير فاخفر لي ليش لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتم بأمر أو إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهم وما استطعتم هل كل المسلمين يقدرون يأدون كل الأوامر على درجة واحدة لا كثير من المسلمين يمكن أكثر مسلمين ما يستطيعون الحج هذا العام بسبب أمور صحية بسبب أمور اقتصادية بسبب أمور أخرى طيب فلذلك علق النبي عليه الصلاة والسلام أوامره على الاستطاعة فإذا ينبغي أن يكون شعارنا كمسلمين يا رب سمعنا كلامك وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأطأنا قدر استطاعتنا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضاته زاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة